أعوز أكلمكم على حاجة اسمها testing the Christian parenting أو Christian upbringing بالذات يعني إحنا بنطلع على العيال إزاي وأخوفكم شوية معلش لأن بصراحة إحنا بناخد العيال عجينة طرية جدا كل واحد شال ابنه أو بنته بابي ممكن يبقى قديس ممكن جدا يبقى قديس في الآخر لما طلع atheist ولا addict ولا مش بسكة غلط هو مش ممكن ما يكونش لدور في القصة دي there is no way إنك تقول أعمل إيه لأ أنت ما عملتش إيه في حاجات كان ممكن تعملها ما تعملتش وعشان كده طلع كده لكن هو كعجينة ربنا ادهو لك طلع من المعمودية قديس أنت ما كملتش بقى في السكة دي خلينا أرى النص ده لأن النص ده مهم في رأيه ويخوف شوي يقول في كورونسوس الأولى 3 القديس بولس يقول أنا كبناء حكيم وبتصور أن الخدمة أو التربية واحد بيبني وضعته أساسا وآخر يبني عليه أي مبنى بيبقى فيه foundation له ربنا يسوع الإيمان وده مش هنختلف عليه دلوقت فلينظر كل واحد كيف يبني عليه يبقى كيف يبني عليه ده quality of work quality of service quality of parenting الquality بتفرق جدا كلنا جبنا عيال ربنا أدانا القدرة دي لكن العيال دي هتتربى زي أو هتفتكر أنها تتربى زي بعض لا 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 بصوا حطها زي لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح يعني مش هنناقش دلوقت foundation الأساس لكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس حط six qualities ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عجبا قشا في ست درجات من التربية أنا هتطبعها على التربية هي تطبع على الخدمة على فكرة نفس الفكرة تطبع على الخدمة هوك تطبع على الشغل في الشغل فيه شغل ذهب وفيه شغل أش مش كده؟ فيه دكتور ذهب وفيه دكتور خشب صح؟ أنا هنركز على التربية دلوقت عمل كل واحد سيصيره ظاهرا لأن اليوم سيبينه يعني طريقة تربية تكل عيالك لازم هتبان بعد عشرين سنة الـ product بتاعك إيه؟ اللي طلع من البيت ده شكله إيه؟ إيه وعتقول ما كانش ليه دور أو ما كانش في إيدي أعمل أحسن من كده لا 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 كان في إيدك كتير عاو واليوم سيبينه لازم هيجي اليوم وده امتحان بقى لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد عندنا ظاهرة في مصر مجنناني إن الأغنية اللقباط بيخلوا عيالهم يطلعوا يدرسوا برة من الـ high school أو من الـ university فتلاقي بنت طلع 16 سنة تتعلم في بلد لوحدها هي خفيفة في الكنيسة ومش مغروسة كفاية ومن غير بابا ومامو تتوقع هتكمل إزاي؟ أنا شفت كتير من الشباب دول لما شفتهم بعد 4-5 سنين لخبطوا خالص ليه؟ لأن بابا وماما عاوزين يفتخروا أنا علمت ابني في هارفورد علمت ابني في أكسفورد أوكي؟ شاطر صرفت كذا مليون أوكي؟ وبعدين ابنك بايسيست عشان في المرحلة الخطيرة دي انت رميته لوحده وانت حتى مش مأسسه كويس فبيقول عمل كل واحد سيصيره ظاهرا اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن ستمتحن النار عمل كل واحد ابنك هيمتحن بالنار بنتك هتغدخل في اختبار نار لو دهب تطلع دهب أو فضة أو حجر كريم لو أش لو خشب النار هتحرق هتتاكل فهمين الفكرة وده اللي بيحصل قدامنا قدام عينينا فيه شباب بيتاخد مع الطير لأنه هو هش هو أش لكن فيه شباب دهب ده طالع من بيت غير بيت ثوعة تقول إنه ما عندناش دور نعمله أو تستنى كنيسة تعمل الدور اللي انت مرضتش تعمله ستمتحن النار عمل كل واحد ما هو إن بقى عمل أحد قد بناه عليه سيأخذ أجرى إن احترق عمل أحد سيخسر أما هو فسيخلص ولكن كما بنار فيه اختبارات عملية بشوفها كل يوم بتشوفوها كلكم طفل اللي تعرض عليه وهو اتناشر سنة البورن صور رديئة بيحصل في كل المدارس اتكلمت الطفل اللي متربي دهب هيقفل عينه ويقول مش عاوز الزبالة دي مهما كان البرش سبعة من عش بيتفرقوا لأن الكواليتي بتاع تربيتهم خشب أش موقف تاني طفلة تتعرض للإغراء وقصة غرام وحب وكلام ما يعمل ولد أي كلام وهي لسه خمستاشر ستاشر سام وتمشي مع الطيار لأنها جعانة حب فيش أب بيحضنها ولا أم وعية صحبتها ولا حطين من البداية توعية قوية ولا عرفة نقاوة جسادها واحترامها لنفسها ولا فهم حك فبتمشي زي كل البنات شباب صغير بيتعرض عليه مخدرات وما أكثر اللي بيمشوا في السكة دي دلوقتي بنات وولاد ليه لأنه ده طيار ماشي لكن اللي مربي دهب عارف ولده وبنته مش هيمشي في السكة دي في موقف يتطلب الكذب ابنك لو دانيال لو يوسف مش هيجزب مهما حصل لكن ابنك بيجزب بسهولة لأنه أنت مربتش كفاية سامحني لازم تبقى فاهم كده مغرستش كفاية فلما يتزنق هيجزب أنا عندي ولد جاي يعترف في ابتدائي بيقول لي ماما بتقول لي انت عبيت مغشتش ليه إذا كان الفصل كله بيغش انت مغشتش ليه فجاي يسأل هو أنا صح ولا ماما صح طب أنا أقول له إيه بقى شوفوا الخطورة السفر بعيد عن الأهل بدري خطر جدا فيه تنازلات بتتقدم وبنعرفها متأخر وما حدش يفتكر أنه عياله ملايكة ولا تجوج مثالي ولا الدنيا بيس كلام الفاضي ده ما احنا عارفين اللي بيحصل ما احنا فاهمين الشر واللي حوالينا ازاي بسهولة كده نغامر بولدنا مجالات الاختبار مجال الإيمان والعقيدة كام واحد بيشرح العقيدة لعياله نهاردة أخونا بيقول الجزء الدفاعي مش موجود ما حدش يعرف يدافع عن لهوت المسيح ما حدش يعرف يدافع عن الثالوس حدش يعرف يدافع عن الإفخارستية يبقى فيه تقصير طبعا مننا ومنكم مجال تاني ده اللي قاله القديس بوليس كي لا نكون فيما بعض أطفالا مضطربين محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال كاهن من اسكندرية من حبيبي بيقول لابونا لحقنا بفيديوهات ترد على اللي بيحصل بيبعثوا لكل شباب عدادي كام واحد كده مركزين من ناس تانية يشككوا في البيزيكس مين قال المسيح ربنا هو ربنا هيدخل الحمام زينا وهو ربنا ينفع يعيط زينا بتصدقوا الكلام ده موجة بالألاف ماشية في مصر عشان تشكك العيال الصغيرة كان واحد محفظ ولاده الإجابة لأنه لو ملقاش إجابة بدري بكرة هيسبنا مع أي ذاقة هيطلع بره أنتم أيها الأحباء ابنوا عنفسكم على إيمانكم المقدس انظروا ألا يكون أحد يزبيكم بالفلسفة بغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم تاني مجال مجال السلوك أنا بغرس عيالي في عقيدة مسيحية يستشهدوا عليها وبغرس سلوكيات مش هيغلط على رقابته مهما كان يبقى العقيدة مجال والسلوك مجال تاني وكل ده تربية لأنه من اللي يخلي يوسف يقول لأ للزنة السهل في زمن في ضغط فضيع عليه وما فيش حد حواليه ويقف زي الأسد مش هغلط حتى لو رحت ورى الشمس حتى لو موت لأنه كان احتمال يموت في الموقف ده لكن مغلط لأنه تربية ذهب في واحد تاني أخوك كبير يهوزة وهو مع ابوه هناك ويعف الزن لأن يهوزة ما ترباش زي يوسف يوسف واخد تربية مختلف يقول كي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم عيالنا لازم يبقوا منوارين مختلفين لما الدنيا كلها تتعوج هم ماشيين كده همش دعوة بأي حاجة في الدنيا مجال الحكمة والاختيارات علمت ابنك يختار الصح من الغلط علمت ويفكر احنا عندنا أزمة يا جماعة لسه سامع محاضر عن جين زي أنه هم كل الجيل الجديد من أول 14 ل 25 27 سنة نوم عندهم أزمة مع الكريتكال ثينكينج يعني أي حاجة بتيجي على الميديا بيصدقوها سوري عباطة كده يعني سازاجة وعشان كده بيتضحك عليهم محدش علمهم مين قال إن الكلام ده صح محدش علمه يفكر ويتشكك الحياة من حقه يتشكك هتقول لي بس أنا عاوزه في الكنيسة ما يتشككش لا أنا هقنعه وهرد على الشك لكن بره أنا عاوزه يشك لأنه لما واحد يقوله على فكرة العلم أثبت أنه ما فيه سرع بينها لازم يشك في كلام ده ولازم يبقى عنده ويقول أنا مش موافق ومش أخد الكلام ده زي ما هو حتى لو واحد محترم واقف بيقوله وعالم في الكلية still اختيار الأصدقاء اختيار نوع الدراسة اختيار المجال اللي هيكمل فيه انتوا عارفين اليوتيوبرز مثلا فيه مجالات خوف طلعة في الزمن ده ومجالات كلها فيها جانب شارج حب المادة بيعلقوي العنف بيزيد الجنس بيزيد بكل انحرافاته واللي بيدفع الثمن عيالنا اللي طالعين ما عندهمش أساس متين يخليهم يقولوا لا اختيار نوع القراءة أو الدراسة أو التواصلات الاجتماعية زي ما قال الكتاب امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه الشر امتحنوا test all things test test هو ده صح أو اللي غنت ليه بتاخد الكلام من برا عادي الناس دي صح مين قال ان الامريكان صح يعني ما احترامنا مين قال ان الحاجة كل اللي بتقال جديد ده صح مين قال ان العلم ده صح ده الانجيل بيقول فيه علم كذاب فيه علم مضروب الانجيل قال كده علم كاذب الاسم يعني بيتطبخ عشان يسوقوا بشر وفي الاخر ياخد شكل علمي جذاب جدا لكن جوه الحش ده it's not scientific that's not logic أو science محتاج عشان تنجح في تربية ولادك تغرز ايمان مستقيم او عاوز احط معادلة كده قدام عينيكم فكرت فيها كده roots and fruits اللي بتزرعه النهارده في عيالك هتشوف منه نتائج بعد سنين وعلى قد ما الrootز تبقى قوية هتطلع fruits السليمة الrootز فيها ثلاث حاجات تركز فيهم في رأيي بابا وماما والخدام وكهنة يركزوا على عقيدة rooted يركزوا على سلوك مفهوش منقشة مش بنجذب مش بنغش مش بنعمل كده ولاد رباناس لوك هم مختلف يركزوا على فكرة انا اللي اقول للناس مش الناس تقولي انا اللي قود مش انقاض انا الكارز اللي معايا الحقيقة مش الحقيقة عندهم وانا همش يعرى دول ثلاث جوانب في التربية اساسية قوي يطلع بقى ابنك وبنتك بعد عشرين سنة strong leader ناجح في حياته شخصية فكره مستقيم عارف الصح من الغلط كويس قوي يقدر يستمر ويمتد ويطلع خير كتير ويطلع عياله بقى طب عيالهم هتطلع ايه هو لو طلع من النوع ده هيربي عياله احسن ما ربنا عياله لو هو وده يشتغل علينا من النهار احنا عملنا ايه عشان يطلعوا هم فاهمين التربية المساحية وتمشين زي فيطلعوا وقدسين اوه تفتكروا ان الكلام ده تأليف الكتاب لمح ليه ببساطة وقال الايمان الذي سكن اولا في جدتك لويس وفي امك افنيكي وانا موقن انه فيك ايضا يبقى لويس دي من جيل بولس دي جدة وام وبعدين طلع تيموساوس تيموساوس احسن من الثلاثة يبقى احنا ماشيين لقدام برو جرسينج مش رجرسينج لانه في روتس حقيقية محتاجين نشتغل عليه بنقدم لولادنا ايه جماعة محتاجين نقدم حاجات كتير عقيدة سليمة حكايات الانجيل بطريقة سليمة دفاعيات نقول السؤال اللي في السوق ونرد عليه رد مقنع يضحفظ بيقولوا ان ما ينفعش يبقى ربنا تلاتة واحد عندك رد حفظت العيالك بيقولوا ما ينفعش ربنا يبقى انسان عندك رد حفظت العيالك بيقولوا الانجيل ده كتاب قديم ما ينفعش النهار عندك رد حفظت العيالك بيقولوا الانجيل ضد المرأة ظالم الستات عندك رد اذا انت ببساطة عارف اللي بيتقال طب ليه سايب عيالك يطلعوا يتصدموا بالكلام ده وما ردتش عليه محتاجين طبعا نأسس السلوك المستقيم زي ما كلكم قلتوا القدوة هي الحل انت ايه ولادك يطلعوا شكلهم ايه ده غير اللي انت هتقدمه كمان لكن انت اساسا ايه علاقتك بربنا قوية ولا ضعيف سطحية ولا مستقر دهب ولا قاش هي واضحة هو حطاها سيكس دي جريز كده بشكل صريح وقال في تلاتة هينجحوا تلاتة هيفشال دهب وفضة وحجر كريمة دول ناس اتكلفت اشتغلت بزهمة في التربية وفي ناس تكلفتت خشب وقش وعشب احنا لا نجهل افكار الشيطان الشيطان عاوز كل عيالنا معافه جهنم حد فيكو يقبل دي عياله اغلى ناس عنده يتخيل ان هما يبقوا في نار جهنم ونبقى احنا شاركنا في المشروع ده ما دي افكاره دي مشيئته ولا احنا مش واخدين بالنا عارفين مشيئة الله وعارفين مشيئة الشيطان ولا نجهل افكاره هو ابو الكتب كله بيع كتب على ودنا وبيعرف يقنع العالم كله بالاكاديف بتاعته ويا ما سرع ناس هنسيبه يخطف عيالنا ونتفرج احنا مش مركزين مش عاملين اللي علينا كفاية احنا بنستسهل نقول الكنيسة المفروض الكنيسة المفروض طب والبيت المفروض علي ايه وبزمن اللي اضطهاد اللي الكنيس كانت مقفولة ليه طلعوا اجياء القدسين لان البيت كان بيعمل دور غير الكنيسة وكان فيه مدرس احد في كل بيت وكان فيه درس الحام في كل بيت وكان فيه شرح عقيدة في كل بيت لان البيت هو المسؤول يوصل عياله السماء مش بس الكنيسة يقول مؤدبا بالوداعة المقاومين يعني ما تبقاش مع كل الحماسة دي ناشف على العيال لا العيال مش هما المشكلة مشكلة عندنا احنا اصحوا وصهروا لان ابليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو حاسبه الشيطان عمالي خطف واحنا للأسف عمالين ننشغل لسه نخبط في بعض نتفرج على السياسة نشوف مين اللي هيبه رئيس امريكا ربنا يرحم الكل لإلهنا كل مجد وكرام الله